إذن نوهل هذا الخبر العاجل مراسل التلفزيون العربي يؤكد صفارات الإنذار تدوي في منطقة بيسان للاشتباه بتسلل مسيرة إذن مراسل التلفزيون العربي يؤكد أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة بيسان للاشتباه بتسلل مسيرة ومن القدس مراسلنا عبدالقادر عبدالحليم عبدالقادر ماذا تبين حول هذا الاشتباه بتسلل هذه المسيرة في منطقة بيسان صحيح نتحدث عن منطقة الأغوار الشمالية وبمحاذاة الحدود الأردنية بالتالي المسيرة يرجح أنها ربما جاءت من العراق وتسللت إلى تلك المنطقة عبر الأجواء الأردنية حتى اللحظة لا حديث عن دوي انفجارات ولا عن اعتراضات في تلك المنطقة هناك عدد من القواعد العسكرية القريبة من المنطقة هناك بعض البلدات الإسرائيلية التي دوت فيها نتحدث عن بلدتين تحديدا دوت فيهما صفارات الإنذار لكن لم يتم الإبلاق حتى اللحظة عن سواء كانت تلك المسيرة قد اعترضت إذا ما كانت اعترضت أم أنها نجحت باختراق الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية والوصول إلى هدف ما الهجمات من العراق تكررت بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية النسق لهذه الهجمات ارتفع بموازات ايضا ارتفاع في نسق الهجمات القادمة من الجبهة اليمنية لكن من العراق عادة ما كانت تستهدف إما مناطق قرب البحر الميت منطقة البحر الميت وهي أيضا منطقة قريبة من الحدود الأردنية والآن نتحدث عن منطقة الأغوار الشمالية بالإضافة إلى منطقة الجولان السوري المحتل عبر الأجواء السورية لكن معظم هذه الهجمات هي كانت من خلال مسيرات وكان لافتا أن بعض المسيرات نجحت فعليا في اختراق الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية والوصول إلى أهدافها بل أن بعضها انفجر بدقة في قواعد عسكرية إسرائيلية على الأقل مسيرة واحدة كانت قد انفجرت في قاعدة عسكرية على الطريق الواصل نحو البحر الميت تم التكتم على ذلك من قبل الرقابة العسكرية لم يشر بيان الجيش في حينه إلى أن المسيرة كانت قد وصلت إلى الهدف المحدد لكن مقاطع فيديو كانت قد انتشرت من تصوير جنود إسرائيليين بيّنت بعض الأضرار الناتجة عن انفجار المسيرة في إحدى القواعد العسكرية الآن تعود الهجمات تتكرر بنسق مرتفع واضح خلال الأيام الماضية يبدو أن هذا النسق مرتبط بصورة أساسية بالتصعيد مع لبنان بالتوتر الإقليمي الكبير بالتصعيد مع إيران وأيضا المقاومة ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق وهي عبارة عن عدد من التنظيمات والمجموعات المقربة من إيران كانت قد أشارت إلى أنها ستنفذ مزيدا من الهجمات خلال الفترة المقبلة بل هددت بتهديد المصالح الأمريكية إذا ملعبت الولايات المتحدة دورا في الهجمات أو في استهداف إيران خلال الفترة المقبلة بالتالي نتحدث عن تهديدات مستمرة عن عمليات مستمرة وعن نسق مرتفع في هذه العمليات بانتظار أن تتوضح تفاصيل العملية الأخيرة إما من الجانب الإسرائيلي بالحديث عن وجود اعتراض من عدمه أو عن نجاح الاعتراض اعتراض المسيرة من عدمه وأيضا من الجانب العراقي الذي عادة ما يلي صفرات الإنذار ببيانات محددة تشير إلى عدد المسيرات المرسلة وإلى المنطقة التي استهدفتها هذه المسيرات تشير إلى عدد المسيرات المتحدة تشير إلى عدد المسيرات المتحدة المترجم للقناة